تلبيتان للدعوة الكريمة الموجهة إلى حضرة صاحب السموة من البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بحفظ الله ورعايته يغادر ممثل حضرة صاحب السموة من البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن اليوم الثلاثاء العاشر من جماد الأول لعام 1443 هجرية الموافق الرابع عشر من ديسمبر لعام 2021 ميلادية متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لترأس وفد دولة الكويت في اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة الرياضة رافقت سموه السلامة في الحل والترحال